بين مد وجزر يتأرجح الحوار الليبي توافق على الوفاق واختلاف في مبادئ الحوار وأعضاء جمعهم سقف البرلمان وفرقهم الحوار. في المغرب وبالتحديد في مدينة بوزنيقة اتفق عدد من أعضاء مجلسي نواب والدولة بشأن اختيار المناصب السيادية في الدولة ليخرج بعدها عدد من أعضاء مجلس النواب ببيان أكد فيه على مجموعة من النقاط بعد متابعتهم لمخرجات لقاء بوزنيقة وبنود الاتفاق. بيان النواب الذي حمل توقيع 21 نائباً أوضح فيه أن تغليب العيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة هو أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في دباجته والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم. مشيرين إلى أن اعتماد هذا التقسيم هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الإنسان وترخيصاً للتمييز وتدميراً لمفهوم مواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها. النواب أضافوا أن المجلس الأعلى للدولة هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق الدستور. كما أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يرتب أي التزام على مجلس النواب مجتمعاً كما لا يرتب أي أثر قانونية. وعن المادة 15 من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قالوا إنها قد أحالت آلية التوافق إلى الملحق رقم ثلاثة للاتفاق والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الأمر الذي لا يتوفر في محادثات بوزنيقة حسب بيان النواب مؤكدين غياب التوافق حتى في الجانب الاستشاري وهو ما يجعل ذلك المخرجات هي والعدم سواء. أعضاء مجلس النواب الموقعون على البيان أكدوا على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغلها للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى دون المساس بمبدأ المساواة. وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين ومن شأن ذلك أن يضعف هذه المؤسسات السيادية ويقلل من أدائها كما يعتبر بمثابة تهديدا لتماسكها وقدسية عملها واستقلاليتها كون شاغلها سيخضع لسلطان الجهوية لا لسلطان القانون. هذه التوافقات الأخيرة بين النواب والدولة بعد قطيعة دامت لسنوات أثارت حفيظة الكثيرين. تلك القطيعة وعدم الوفاق بين الطرفين رسمت المشهد السياسي المرتبك الذي تعيشه البلاد اليوم. فما الذي جد والذي حصل حتى توافق المجلسان في هذا التوقيت؟